الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل؟ يخبرنا عن المهرق لأنه محل من محلات الراحة وعشان كده جات فيه الصلاة أريحنا بالصلاة كتير مننا بيعاني من إدمانات الوجع والكآبة والقلق وبتستهلك حياته وبتدوبه فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن المهرق قطعة من الرحمة وإزايك نزلت فيه الصلاة إيه اللي نعمله بقى؟ عشان من إجراءات عشان نقدر نتخلص من إدماناتنا وتساعدنا بقى كل هذا النموذج الرائع نعمله إزاي؟ استحضر أكبر إدمان في حياتك وقل تبتو إلى الله وعزمت على ألا أعود إلى هذا الإدمان أبدا وأنت يا من أنا في حضرته على ما أقول شاهد وضع يدك على قلبك وقل بضعف وافتقار يا رب الضعيف أسألك من إدماني ومرض التخفيف وأذهب عني كل ما يخيف واجعني في رحمتك ووسعك يا لطيف يا لطيف تاني حاجة نتعلم كل يوم حديث عشان ينور صدرنا ويا سلام بقى ونفتح به مجال من مجالات النور ومعرفة الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله سلام لطيف ولو عملنا الكلام ده تقرأنا الأربعين النووية ما أصنش في أربعين يوم إلا وقد طبنا من إدماننا نقرأه بهذه النية نقرأ كل حديث ونشوفه إزاي بينورنا طريق في التخلص من إدماننا تالت حاجة لازم تغير برنامج حياتك وممكن تجعله أسلاسا سلس للخلوة مع الله وإن كنت بين الناس وسلس الاكتساب المال وسلس اللي عايش مع أهلك وأعيالك على سنة رسول الله حاجة الرابعة ما تخليش أي يوم من أيامك يخلو من خدمة لإن من خدم يخدم اخدموا الناس ولو هتخففوا عنهم بكلمة ولو ببسمة ولو بدعاء ولو بأمل ولو بدعاء بظاهر الغيب فالخدمة بترقى القلوب خمس حاجة خلي عندك وردي للحمد كل يوم وتعلق بالله فإن من تعلق بالله لا يفلته قول كده يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا رب اجعلنا يا رب من أهل فهم هذا النموذج والتحرر من إدماننا ببركة هذه الأيام المباركات اجعلنا من أهل هذه النفحات واجعل السرار المعراك تعرق بنفوسنا من ضيق أنفسنا إلى سعة سماء وصنك ومددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سماء وصنكو الرسوم